بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترين عشنا ايام جميلة عشنا لحظات سعيدة عشنا فرحة يمكن انا عشتها لفترات طويلة وبطلات كتيرة مع النادي الاهلي في رحلات افريقية ورحلات خارجية كثيرة ولكن هذه الرحلة تحديدا وهذه المباراة تحديدا كان لها رونة خالص كان لها شكل مختلف كان لها ترتيبات مختلفة البعثة بالكامل مجلس الادارة جهاز الكورة الجهاز الفني الجهاز الاداري اللاعبين الجماهير الكل كان على قدر المسئولية الكل بلا استثناء كان بيمثل النادي الاهلي افضل تمثيل في هذه الرحلة الخارجية والتي تكللت في النهاية بالفوز ببطولة كأس مصر النادي الاهلي وفرحة شعب النادي الاهلي وفرحة الجماهير المصرية في كل مكان بطولة جديدة ولكنها ليست اي بطولة النادي الاهلي نجح في تحقيق اول بطولة كأس مصر تقام خارج جمهورية مصر العربية هيفضل فيه زاكرة التاريخ وهتفضل محفورة في التاريخ ان النادي الاهلي كالعادة هو الاول في كل شيء ونتيجة ان اول بطولة في نهاية كأس مصر اقيمت خارج مصر نجح الاهلي في العودة بكأس مصر رغم ان البطولة هي رقم 39 ولكنها هي الاولى من نوعها تقام خارج مصر وتحديدا فيه الرياض في المملكة العربية السعودية بشكر كل الناس بالتأكيد على هذا الشكل الحضاري اللي توجه في النهاية بالفوز ببطولة كأس مصر ايضا الشكر والتأدير للشركة المتحدة للرياضة الشكر والتأدير لشركة استداد الشكر والتأدير لادارة قناة الاهلي كنا بالتأكيد مدعوين وحضرنا هذا الاحتفالية وهذه البطولة وبالتأكيد بنشكر ادارة قناة الاهلي على هذه الخطوات الملموسة اللي كان فيها ترتيبات وتنظيم على أعلى مستوى من خلال تواجدنا وعيشنا الأحداث وعيشنا مباراة نهائي كأس مصر بشكل يعني رغم أن حضرت بطولات كتيرة وأحداث كتيرة ولكن فرحتنا بحضور مجلس الإدارة والتنظيم والترتيبات والسفر والعودة كل شيء تم بشكل احترافي بالتأكيد كل هذه الترتيبات كانت محتاكة تتويج في النهاية وهو فوز الأهلي ببطولة كأس مصر بأمانة الفرحة كبيرة الاحتفالات كانت كتيرة وكانت مهمة في ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض الاحتفالات في الشوارع كانت كبيرة جدا بشكل الأشقاء في المملكة العربية السعودية والله في كل مكان الواحد كان بيتحرك يعني الواحد كان حريص أن رايح در التدريب الواحد كان حريص أن يتحرك في الشوارع كتير الأشقاء في السعودية مجرد بس ما يعرفوا مصريين وأهلوية مش عايز أقول لكم كم الحفاوة كانت زي الناس ناج بتعشى حاجة اسمها النادي الأهلي النادي الاهلي والحضور الجماهيري اللي شفناه في ملعب المباراة لو الملعب يمكن الرقم اللي صدر في نهاية اللقاء بالحضور الجماهيري حوالي 23 ألف وتسعمية تقدر تقول ما لا يقل عن 15 ألف مشجع أهلاوي أكتر من 60-70% من جماهير النادي الاهلي في ملعب المباراة احتفالية جميلة وقرنفال جميل وأجواء مميزة وتتويج في النهاية كان بالفعل يليق ببطل الدوري وبطل إفريقيا وصاحب البرونزية في كأس العالم كلية الشرف أتواجد في المملكة العربية السعودية في أقل من شهرين 3 لمدة مرتين مرة في كأس العالم للأندية وحضور مباراة اتحاد جدة تحديدا في الدور التمهيدي لكأس العالم ومباراة نهائي كأس مصر شعبية الأهل كبيرة يا جماعة أنا لمست ده بشكل كبير آه ممكن حضرنا في مباراة كتيرة في دول إفريقية وفي دول خليجية ولكن ما كانش الأهل لعب مباراة في السعودية منذ فترة طويلة ولكن آخر شهرين 3 الأهل حضر في جدة وحضر في الرياض لا لا القصة مختلفة الأهل مكانته وشعبيته وتقدير كافة المسؤولين للنادي الأهل الكبيرة جدا وده يندل على شيء بيدل على عظمة ومكانة هذا الكيان الكبير اللي بيمثل مصر أفضل تمثيل في كافة المجالات وفي كافة القطاعات وفي كافة المباراة مبروك للنادي الأهلي مبروك لمجل صدارة النادي الأهلي مبروك للكابتن محمود الخطيب رئيس مجل صدارة النادي الأهلي مبروك لكافة جماهير النادي الأهلي والجهاز الفن واللاعبين ولكل الناس اللي كان عندها روح يضية في هذا اللقاء ومثلت أفضل تمثيل للقرى المصرية ولي الشعب المصري في هذا اللقاء اللي انتهى الحمد لله بتتويج الأهلي بعد الفوز بهدفين مقابل لشيء وتتويج وقضية جديدة من محمد مجد أفشا أيضا في بلاس تسعين وأيضا يوم الجمعة على نادي الزمالك ولكن في النهاية هارد لكن نادي الزمالك عمل مباراة كبيرة أدى فيها بشكل كويس ولكن هي كده النهائيات تكسب ولا تلعب مبروك للأهلي إنجاز جديد بطولة جديدة نعفل الصفحة ونركز في اللي جاي حالة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل كتيرة هنتكلم عن أرقام مهمة عندنا كواليس لها علاقة بتحكيم هذا اللقاء ماذا حدث من طاقم التحكيم تقنية التسلل فوز الأهلي التاريخي والمستحق للقلعة الحمراء النهاردة هركز على نقاط مهمة جدا وهتكلم على كواليس كتيرة متعلقة بهذا اللقاء وكمان النهاردة عندنا حدث جديد متعلق بمنتخبنا الوطني اللي أعلن قيمة النهائية ولا هيشارك بيها إن شاء الله في دورة الإمارات في الفترة من 18 حتى 26 من شهر مارس الجاري ولكن عشان وقت الحلقة نروح بسرعة لسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة يعني رسالتكم للعبي الأهلي والجهاز الفني بعد الفوز على الزمالك والتتويج بكأس مصر كل واحد يشارك معنا ويدخل يجاود أو يوجه رسالة للعبين والجهاز الفني بعد الفوز على نادي الزمالك والتتويج بهذه البطولة الغالية بطولة كأس مصر وفي الجزء الأخير من مرامج التريند هستعرض أكبر قدر من إجابتكم على هذا السؤال وبالتأكيد رسالة مهمة جدا للعبين قبل مباراة البنك الأهلي في الدور العام يوم الثلاثاء القادم نتمنى يا رب التوفيق فيها للنادي الأهلي وحظ سلاس نقاط جديدة في الدور العام لكن بسرعة نروح لأهم العنوين البداية في تريند الأهلي الفريق وصل الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي وفي التريند المحلي 25 لاعبا في قائمة المنتخب وكمان إبراهيم حسن صلاح تم إعفاءه من المعسكر وليس استبعاده عندي تفاصيل كثيرة بخصوص كواليس قيمة منتخب مصر وتفاصيل مهمة جدا خاصة بعد التصرحات اللي صدرت اليوم من الكابتن حسام المدير الفني والكابتن إبراهيم مدير المنتخب الوقت نروح لإستعراض مباريات اليوم والبداية بمباريات الدوري المصري جولة جديدة والشوت الأول انتهى منذ قليل في مباراتين بتقدم صموحة على سيراميكا كيليو باترا بهدف مقابل لشيء وفوز بيراميز على الداخلية أيضا بهدف مقابل لشيء نروح للدور الإنجليزي ومنذ قليل كانت في مباراة ماراثونية انتهت بفوز توتنهام على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل لشيء والشوت الأول منذ قليل انتهى بتقدم برايتون على نوتنجهام فوريست 1-0 وتقدم بيرلي خارج أرضه على وستهام 2-0 والساعة 6 إلى ربع قمة المباريات ما بين ليفربول ومنشستر سيتي ساعة 6 إلى ربع بتوقيت القاهرة نروح للدور الإسباني وديبرتيفو ألفس فاز على رايو فاليكان 1-0 والساعة 6 إلى ربع لازبا الماس هيلعب مع أكليتكو بالباو 7.5 ريال مدريد هيلعب مع سيلتا فيجو 10 مساء ريال بيتيس هيلعب مع فيا ريال نروح للدور الإيطالي وفي مباراة انتهت منسو قليل بيفوز هاليس فرونا على ليتشي 1-0 والشوت الأول انتهى بتقدم ميلا على أمبولي 1-0 والساعة 7 يوفينتوس يستضيف أتالانتا وفي العشرة إلى ربع فورنتينا يستضيف الروم دي أبرز مباريات اليوم وجولة كده سريعة ما بين الدور الإنجليزي والأسباني والإيطالي وأيضا مباريات الدور المصر وقمة المباريات مباراة الفردول والمان ستيس ساعة 6 إلى ربع نخرج إلى فاصل ثم نوصل أصدق فوز الأهلي على الزمالك نقدر نقول الأهلي بطل في كل مكان وفي كل زمان نجح الأهلي في تحقيق أول بطولة كأس مصر من خارج الأراضي المصرية يمكن دائما وأبدا لما نتكلم عن الإحصائيات والأرقام دائما بيكون الأول هو الأهلي في كل شيء ولكن المراتي عندنا رقم قياسي جديد أن مع إقامة نهاية كأس مصر لأول مرة في المملكة العربية السودية نجح الأهلي في حصد أول لقب ولقب مش سهل لقب كان صعب جدا أنا في البداية عايز أشيد بجد بأداء لعب نادي الزمالك عامل مباراة كبيرة استحواز سيطرة ولكن في النهاية هي المباريات النهائية يعني تكسب ولا تلعب ومرس الكولر من المدربين على فكرة أنك مهما تكلمت على الأداء الفني في بعض المباراة لكن في النهاية أنت لك النتيجة والمحصلة رجل ده عامل أرقام قياسية كبيرة جدا في الفترة الأخيرة هتكلم عليها أكيد في سياق حديثي بخصوص أصداء فوز الأهلي على الزمالك والتتويج ببطولة كأس مصر ولكن في البداية ناس كتيرة كانت متخوفة ناس كتيرة كانت ألقانة شايف سياق المباراة رايح في اتجاه نادي الزمالك استحواز مدرب جوميز البرتغالي عامل تغييرات مع البداية الشوت الثاني بيحاول يزود الناحية الفعالية الهجومية بيحاول يسيطر على نص الملعب ولكن في النهاية أنت برضو بتلعب أمام فرق كبير بيعرف يكسب في أي توقيت كولر من تغيير واحد قدر يقلب شكل المباراة آه ممكن تتفق تختلف معها على البداية ممكن تتفق تختلف معها على توقيت التغييرات ممكن يكون متأخر ولكن في النهاية أنت لكي النتيجة لما عمل تغيير ونزل محمد مجد أفشا نزل مروان عطية نزل عمر كمال عبد الواحد الرجل ألب المباراة رأساً على عقب ويجيه هدف قاتل في الديئة 87 والبداية والهدف من تمريره لأفشا وتزديده من إمام عشور وسبحان الله الفترات الأخيرة كده كل لعيب ينضم للنادي الأهلي بيبقى عليه بروباجندا تلاقيه بيتعلق كده وبيتعملك في مباراة القمة لو نرجع كده بالذاكرة من أيام معتزئينه أول لقاء قمة ليه ما بين الأهلي والزمالك هدف محمود قهربة هدف إمام عشور هدف ولو رجعت بالذاكرة كمان من زمانها هتلاقيه بنفس الشكل ليه؟ النادي الأهلي ما بيشتغل في الملف ده بيتعاقد مع لعبين بجد بيكون محتاجهم وبيتعاقد معهم بشكل قانوني جدا فبالتالي أنت في النهاية عندك نتيجة تكريم وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى في أرضية الملعب بيبقى مهم جدا أهو حتى الزملاء في الإعداد بيفكروني كمان مؤمن زكريا شوف أنا بقول لكم الفكرة بتاعت بس آخر عشر سنين أو آخر خمانساشر سنة معتزئينه مؤمن زكريا محمود قهربة إمام عشور توفيق ربنا سبحانه وتعالى ده ما بيجيش كده من فراغ أكيد أنت بتشتغل بتكتهد بتعمل تعقدات بشكل قانوني وسليم جدا التوفيق بيجي لك في الملعب واللعبة دي كمان حتى لو لعبت في مكانه واثنين وثلاثة تقلقها وتاريخها كله بيكون محفور داخل جدران النادي الأهلي هنا بتأتي فكرة أنا لما اخترت الأهلي كان الاختيار الصحيح كان الاختيار السليم إمام عشور عمل مباراة كبيرة جدا ربنا كان للجهود بهدف وهدف في وقت قاتل وربنا كان للجهوده أكتر بأسس تعاملوا الأفشة عشان أفشة يكون هو دايما القضية بتاعة مباراة القمة للمرة التانية في نفس يوم الجمعة وخدوا بالكو كمان من نقطة مهمة جدا جايزة من أوف زماتش اللي خدها إمام عشور عشان تعرفوا بس أن الأهلي بيتعامل دايما بنظام مؤسسي الجايزة هي مش جايزة آه ممكن في الظاهر لها أنها جايزة فردية ولكن في النهاية من الكواليس والمعلومات أن الجايزة تي توزعت على كل زملائه حتى حصول إمام عشور على الجايزة لا يتخطى العشرة في المائة هو دا الأهلي هي دي مدرسة الأهلي تبدأ تحاسب اللاعب أول ما بينضمن للنادي الأهلي اللي فات دا يخص أي مكان تاني كان موجود فيه ولكن في الأهلي الوضع بيبقى مختلف التزام نظام انضباط تركيز نتيجة في النهاية بتشوف المحصلة من قدامنا في الاحتفالية كهرباء وإمام عشور ارجع قبل فترة الأهلي واقرأ ولما انضاموا للأهلي افتح الكتاب وإقرأ هتلاقي حاجة عكس حاجة هتلاقي نتيجة عكسها نتيجة هتلاقي التزام وانضباط عكس حاجات كتيرة جدا مبروك للأهلي كان يستحق بالفعل هذا المكسب وقلت قبل كده والمداربين الكبار اللي بيبقوا عارفين الكورة ولغرات مات الكورة عمر الكورة ما كانت بالاستحواز ممكن تلعب مباراة كبيرة ممكن تستحوز ولكن هل عندك فرص نقدر نقول فرص كانت جاديرة ان انت تكون بطلا لكاس مصر لا المباراة فانيا كانت أقل من المتوسط ولكن في النهاية البطل عرف امتى ينقض على الفريس عشان يقدر يحرز بطولة غالية جدا يسعد فيها جماهيره واللي جماهيره وانا عايز اوجه لهم رسالة لان جماهير النادي الاهلي وحالة الدفء اللي احنا عشناها وشفناها في ملعب المباراة وفي المملكة العربية السعودية بجد امانة النادي الاهلي محظوظ بجماهيره والله العظيم النادي الاهلي محظوظ بجماهيره جماهير النادي الاهلي دي حاجة كده عاملة زي الالماز قطعة الماس اللي لا يمكن يحصل فيها اي حاجة غلط جماهير النادي الاهلي رغم ان في المباراة كانت فيه ظروف كتيرة جدا ويمكن نقدر نقول ودي رسالة لجماهيرنا بعض الحاجات اللي ممكن تزعلك او تدايقك بالعكس اعتبارها تحدي ليك عشان تخش وتشجع وتساند في رقيتك بعض الحاجات اللي ممكن تزعلك وتدايقك وشوف وانت بتفكر وانت شايف الحاجات اللي ممكن عايز تفرح بيها وتساند في رقيتك وتعمل كرنفال واحتفالية لو انت شايف ان الظروف المهيئة حواليك مش مساعدك على كده خدها تحدي عشان تشجع فريقك خدها تحدي عشان تشجع لعبتك ما تبقاش هي فرصة انك تنتقد او تهاجم نسبة من الزكاء ممكن تخليك التحديات دي فرصة انك تشجع اللعيبة فرصة انك تساند الادارة فرصة انك تكون في ظهر فريقك الحمد لله بقرنفال انتهى على خير الفريق كسب رجع بالكاس والاحتفالية كانت في الملعب مع الجماهير واللعيبة لما كسبت الكاس وراحت احتفلت احتفلت مع جماهيرها اللي بالمناسبة عايز اوصل رسالة للجمهور كمان خدوا بالك يا جماعة تأثيركم على اللعيبة كبير جدا مش اقول بنسبة ده بنسبة ممكن تتخطى المية في المية لو فيه نسبة اكبر من كده لان اللعيبة لما بتنزل بتبقى عايزة تسمع حماس الجمهور عايزة تسمع الجمهور بيقول ايه عايزة تسمع الجمهور بيسندها وبيحمسها وبيحفزها حتى لو المنافس داخل بتيفو داخل بصنارة داخل بكل شيء انت في النهاية انت الاهلي لو بدون اي حاجة صوتك لوحده كفاية وسوتك ومسنددك للعيبة هو اهم واكبر داعم في اللحظة دي واي سلبية ممكن تحبط من معنوياتك لازم تاخدها حافز عشان تتحدى الصوابات دي وتشجع لعبتك اكيد جماهرنا نفاهم عايزة اقول ايه وجماهرنا وعيا وجماهرنا من الجماهير الزكاية جدا وعايزة اقول من الاساس الاساس الكبير لنجاح اي حاجة جواب النادي الاهلي هو جماهير النادي الاهلي نسق فيكم دايما وكما عهدتون دايما متواجدين مع النادي الاهلي في كل المحافل في مصر او بر مصر وانتوا دايما اللاعب رقم واحد دي اصداء فوز الاهلي على الزمالك وهاردلاك مرة تانية لنادي الزمالك عمل مباراة جيدة معه مدرب جوميز مدرب كويس عمل تشكيلة كويس ولكن في النهاية هي المباريات الكبيرة كده لازم يكون فيها بطل وهي مباريات تتكسب ولا تلعب الحاجة التانية وهي متعلقة بالتحكيم انا من قبل المباراة على مدار اسبوع هنا في برنامج التريند كنت اتكلمت بتفاصيل كتيرة جدا وكل حاجة انا قلتها حصلت بالملي مفيش حاجة قلشت بلغة الكورة كل حاجة انا قلتها حصلت بالملي وفكرة الحاكم العالمي انا قلتلكم مفيش حاجة اسمها حاكم عالمي والحاكم اللي جيه كان حاكم اقل من المستوى اللي الكل كان بيتوقعه انا بعتقد يعني ومن خلال رؤيتي في الملعب مستوى اقل من المتوسط بدنية ما كانش قادر يجري في الملعب قراراته الفنية اقل من 6 من 10 سبعة من 10 التحكيم في هذا اللقاء كان ضد الاهلي انا بقولها بصوت عالي التحكيم في هذا اللقاء كان ضد الاهلي وديكم 3 امثلة بس الناس بتنسى ما بتاخدش بالها اولا كل خبراء التحكيم قالوا للاهلي كان ليه ضرب الجزاء في الشوت الاول لامام عشور كل خبراء التحكيم بلا استثناء بلا استثناء ولكن الحاكم لم يتدخل الفار لم يتدخل خدوا بالكم من مقريات المباراة وتوقيتات الفرص اللي ممكن تكون اهداف واللي تحسم المباراة مبكرا خدوا بالكم من الحاجات التفاصيل الصغيرة دي لان ادارة المباراة لأي حكم بتفرق في تقييمي انا للاداء التحكيمي ممكن الناس بتبص في الاخر على لقطة هدف واللي بالمناسبة الهدف فيها سليم بنسبة 100% ولكن بصوا على احداث المباراة التحكيم كان عايز يعمل ايه لا التحكيم كان ضد الاهلي ضرب الجزاء اللي مام عشور لم تحتسب الفار لم يتدخل نروح لحاجة تانية الاهلي لما احرز هدف المساعد التاني الحكمة اللي كانت موجودة في المباراة رفع التسلل رفع التسلل رفع التسلل يبقى الحكم ايه والقراره ايه والتحكيم اللي معاه ايه والمعاونين ايه لا مش هدف حاجة تالتة فيه كورة جت في جنب وفي ايد حسين الشحات من خارج منطوات الجزاء احنا شايفينها واحنا في الملعب والمسافة ما بين خط منطقة الجزاء والقراره لما اصطدمت بيه جنب حسين وايده حوالي مثلا متر وفجأت ان الفار بيراجع فجأت ان الفار بيراجع كل ده على فكرة قبل الهدف ما يجيب قبل الاهلي ما يجيب هدف كل ده قبل الاهلي ما يجيب هدف وبالتالي الفار والحكم كان بيتمنى رقل الجزاء لان في اي حال من الاحوال بصوا هيل بداية معايا ده رقل الجزاء بنسبة مليون في المية ومش كلام انا بس ده كلام كل خبراء التحكيم ومع ذلك الحكم بصوا المسافة اللي بين الحكم واللعبة انت بتتكلم في مسافة صغيرة جدا ما حسبش حاجة والفار ما كانش بيراجع حاجة الفار ما اشتغلش في اللعبة ده ما كانش بيراجع حاجة ما شافش حاجة ودارب الجزاء واضحة جدا تفرق في بداية المباراة تفرق بص التوقيت في الدقيقة تمانية في الدقيقة تمانية اللي عايز يركز ويشوف اداء تحكيمي يركز في التفاصيل دي دي لعبة دي لعبة روح للعبة التانية بتاعت حسين الشحات اللي كانت في الشرط التاني حسين طالع من مطقة الجزاء وبيحاول يمنع الكورنات تتلعب كورة عرضية جات في جنبه واترفعت وجات في ايده جات في جنبه واترفعت جات في ايده وهو حسين برا مطقة الجزاء هنا الفار ما بتدغلش منعشان قالوكو بس ان كان في حاجة مش مفهومة طاقم تحكيم اقل من متوسط مع كامل احترام لكل الناس اللي كانت بتنادي مباراة كبيرة وعايزين حكم عالمي انا ما عرفش الناس دي كان هدفها ايه او اغراضها ايه لكن في النهاية ما سمعت الصوت حد لما شاف هذا الطاقم بصوا اللعبة دي حسين فين هنا ده بعد الخط ده بعد الخط بمتر فار ايه اللي بيراجع لعبة زي دي ده ده اختراق للبروتوكول يا جماعة فار ايه اللي بيراجع القرى بعيدة حسين مش داخل منطقة الجزاء عشان تشوفه التقييم بتاعت اللعبة هل ايده متعمدة ولا لا هل ايده انقبرة الجسم ولا لا هل حرقته هنا سليمة ولا خاطئة هو اساسا برا منطقة الجزاء انت بتراجع ايه لو جواه منطقة الجزاء اقولك اوكي ده ضمن البروتوكول لكن انت بتراجع ايه وبطالما بتراجع دي انت ما راجعتش الاولانية ليه بصوا التحكيم وتوجيه التحكيم بالشكل ده كان ماشي ازاي ولما جبت هدف لما جبت هدف على طول قرار المساعد التاني الحكمة ارفع تسلل ارفع تسلل والفار راجع اللعبة في قديه بقى في 3-4 دقايق تخيلوا ده لو حكم مصري بيراجع لعبة زديه في 4 دقايق كان ايه اللي حصل فيه محدش يتكلم 4 دقايق الفار بيراجع بتراجع ايه يا فندم ده القرى واضحة احنا في الملعب شايفينها القرى واضحة بتراجع ايه قرى هدف وسبح الله على نفس الزاوية بتاعتنا القرى هدف فيه كعب رجل لاعب اعتقد كان عبدالله السعيد مغطي امام عشور مغطي امام عشور بهاي القرى هي من اولها هي بصوا وبتتلعب وبترول محمد مجد افشا ويعمل قرى بينية ليه امام عشور فين التسلل هي القرى من اولها هي بص بقى اول ما جاد القرى جون بص قرار المساعد التاني الحكم اللي كانت موجودة رافعت على طول تسلل على طول رافعت تسلل والفار خد اربع دقايق والسؤال اللي بطرحه هنا الاشقاء في السعودية في الدور السعودي بيطبقوا تقنية خط التسلل وبيطبقوا تقنية النصف اهلي اللي سيمي اوتوماتيد ليه ما اتطبقتش والمعلومات اللي جمعيت عندي ان التقنية هتطبق لان الملعب بالادوات بالتقنيات موجودة الملعب بالادوات بالتقنيات موجودة لجنة الحكام كانت اوت اوف كنترول ما لقاش علاقة بالمباراة اطلاقا على فكرة بصوا الكرة هدف الكرة هدف فيه واحد فيه واحد ما عندوش فكرة عن الكرة طلع بيقسة بالشبر انا اول مرة اشوف تسلل بيتقاس بالشبر وبعدين فيه حاجة تانية غريبة جدا هي لمسة اليد او الكرة لو جات بالايد بتحتسب هدف ولا بتبقى لمسة يد هو الكرة لما بتجي بالايد لو لعب متقدم بدراعه او بايده هنا الكرة بيتحس بالتسلل على دراعه ولا الجزء اللي هو بس مسموح به انه ممكن يلعب بالكرة وهنا بيبقى جزء قانوني اول مرة اسمع واحد بيتكلم في الكرة بيتكلم في الكرة يقولك ايده متقدمة هي يا راجل ايده متقدمة دي بقى انت بتقولي الهدف سليم ازاي يعني ايده متقدمة ده اندل على شيء بيدل على فكرة ان شعار الناس دايما وهي بتحلل او بتتكلم في الكرة ببين قصين كده الهقس او التحفيل لكن مش كرة محد السأل طب فين تقنط النصف قالي محد السأل ليه المباراة كانت بدون مراقب حكام محد السأل ليه فيتور بيريرا مرحش المباراة محد السأل ليه لما كنت mentions الحكام ما تعرفش ايا حاجة عن طاقم التحكيم محد السأل ليه اتحاد القرى ما كانش عارف اسمها الحكام وما نشرش اسمها الحكام زي ما طلق Airbnb وقالك انا هنشر اسمها الحكام قبل موعد المباراةート 48 ساعة اللي لمحدش فيهم كان ليه علاقة بعد اللي أنا قلته ده وبعد التلات لعبات دول هل حد عنده ثقة أن يطلع يقولك الأهل يكسب بالتحكيم؟ هيبقى إنساننا مغرد ما لهاش معنى تاني هيبقى إنسان مغرد لأن لو لا يكسب بالتحكيم في الديقة التمنى ضرب الجزاء واضحة كان الحكم حسبها كان الحكم حسبه ما حسبهاش لو التحكيم عايز يكسب الأهل المساعدة التانية الحكمة تدت على طول هدف ولكن الرفع يتسلل لو التحكيم عايز يكسب الأهل كرة حسين الشحات دي ما كانش أصلا يتبص على هفل فال إنه مخالفة للبروتوكول الكرة من برة إنت بتراجع إيه؟ الكرة من برة فبلاش يا جماعة مزايدات ملاش لازمة المنظر العام كان حلو في الملعب والمباراة كانت فعلا بتقام تحت شعار نبز التعصب والعلاقات القوية اللي بانت حاليا ما بين مجزرة الأهل ومجزرة الزمالك والجماهير المصرية بشكل عام وإحنا حتى كإعلاميين بنعمل في قناة النادي الأهلي عايز لكم ثلاثة أيام متواصلة قاعدين مع أشقائنا وزملائنا وأصدقائنا العاملين في قناة نادي الزمالك الإعلامين الكبار والكاباتن الكبار يعني أنا تشرفت في هذه الرحلة بمرافقة الكابتن محمد صبر والكابتن محمد أبو العلا والكابتن عبد الحليم علي والكابتن أحمد عبد الحليم ناس تحترمها كده وانت قاعد معها وفيهم يعني مجموعة بيتكلموا في الكورة بكل أدب وبكل احترام وبكل تقدير عبد الحليم علي ده الهدف التاريخي في مباراة القمة ما بين الزمالك والأهلي محمد صبر ده كان لعيب يعني بيسدد من مسافات بعيدة لعيب على أعلى مستوى محمد أبو العلا لعيبة جميلة وبعدين كمان بقى كمان مين من قناة الأهلي والعاملين والكباتن بتوع النادي الأهلي تبتتكلم في كابتن أيمن شوقي كابتن أيمن شوقي كابتن أصام عرابي كابتن إسلام الشاطر كابتن هاني رمزي والزميل الإعلامي الكابتن الأستاذ أحمد سمير والزميل الإعلامي الأستاذ شريف فؤاد كانت حالة جميلة جدا كانت حالة جميلة جدا كلنا كنا موجودين فيها مع بعض وكلنا كنا مستمتعين بالأجواء ولكن بعد كل الأجواء الجميلة دي يجي في الآخر تصرف بيتقرر للمرة التانية للمرة التانية خارج مصر المرة الأولى في الإمارات وللأسف في عهد عمر الجناني لم يتخذ قرار سليم وفيما بعد عرفنا العلاقة اللي بتجمع الأستاذ عمر الجناني بمحمود عبد الرازي شيكبالة عشان كده وقلنا الكلام ده لما طلع كابتن حسن شحات قالك لما قلتش بعرف أجيب شيكبالة في المعاصخرة وبتاعك كان الأستاذ عمر الجناني هو اللي كان بيجيبه لي فعرفنا دوقتها خلاص ليه قرار طلع بالشكل ده في المرة الأولى ولكن من آمن العقاب أسائل أدب شوف بقى في المبارات التانية في المملكة العربية السعودية بعد الجو الجميل ده وبعد العلاقة الطيبة اللي ما بين الأهل والزمالك يخرج محمود عبد الرازي شيكبالة ومعها دونجا ويعملوا تصرفات خارج عن النص أنا مستني أشوف قرار اتحاد الكورة اللي اتأخر لغاية دلوقتي المبارة مرة عليها 48 ساعة ما تقوليش مستني تارير الحكم فيش حاجة اسمها كده وما بيكتبكش تارير وبيبعتولك بفاكس ولا بيحطولك في ظرف وبيسلموا على مدنة اتحاد الكورة المبارة مرة عليها 48 ساعة الحالة اللي ما بين الأهل والزمالك تسمح لاتحاد الكورة أن يتخذ قرار قانوني تبقى للليحة قرار انضباطي يعيد المنظومة بالشكل السليم الحالة اللي جبية دي ما ينفعش يكون فيه واحد خارج عن النص لعب أو اتنين وكانت على مرأة ومسمع الجميع ما تجيش يقولي على السلمرائب ما كتبش وبعدين ما تقوليش عصلة بعد المباراة ده كانت أثناء مراسم التتويج يعني جزء من المباراة جزء من المباراة وكل ما بتأخر القرار كل ما بتسبب أزمة أكبر وكل ما بتسبب أزمة أكتر ولو لا عف الأهل يا أقول كده ولو لا عف الأهل يا أقول كده مستنيين قرار انضباطي خاصة أن دي للمرة التانية فالقرار المفروض يكون قرار في انضباط أكتر وأكبر لأن الموقف ما كانش كويس وعلى فكرة جماهير الناديين طوال التسعين دقيقة وابن المباراة في ساعتين ما فيش خروجه عن النص سواء جماهير الأهلي أو جماهير الزمالك فما فيش مبرر لأي حد يقول أن ده ينفع أنه يحصل ما فيش مبرر إطلاقا كل الأجواء تقول أن النتيجة النهية يبقى فيه روح رياضية ولكن للأسف لعيب مش عايز أتكلم عليه تاريخه الناس كلها عارفة ولكن مش معقولة للمرة التانية يحصل هذا الشكل خارج مصر مرة في الإمارات مرة في السعودية والاتحاد الكورة ساكت ساكت ما بيتكلمش وكل ما بتأخر في إزداد القرار كل ما المشكلة بتجبر أكتر فلازم قرار انضباطي قرار انضباطي خاصة لما بيقرار للمرة التانية بيبقى لازم القرار يكون أشد من المرة الأولى فهنشوف القرار إيه؟ وهنشوف لجمة الانضباط هنشوف دارة المسابقات هنشوف المرائب اللي دائماً بيكون موجود في المباراة الكبيرة ومعرفش فكرة سوز عامر حسل لما بيحط في المباراة الكبيرة زهقنا منها بقى عايزين ملاعب نضيفة عايزين لعبة محترمة عايزين نتفرج على كرة محترمة طالق بجد بالمنتج اللي احنا شفناه في الرياض دي كانت كل الأخبار المتعلقة بكواليس المباراة عايز أطلع لحاجة سريعة جداً قبل ما أطلع لفاصل تعالوا بصوا كده على أرقام كولر مع النادي الأهلي أرقام كولر مع النادي الأهلي كولر الأول معه ضد الزمالك هو لعب أربع مباراة ضد نادي الزمالك لعب لقاء سوبر مصري في الإمارات كان ساعتها بيدرب الزمالك فيريرا الأهلي كسب 2-0 وده كان أول بطولة سوبر ليه كولر مع الأهلي لعب مع الزمالك في الدوري وكان ساعتها برضو فيريرا هو المدير الفني للزمالك كسبه 3-0 فده تاني فوز لكولر مع الأهلي ضد الزمالك نروح للمباراة الثالثة كانت في الدوري الدوري الثاني كان ساعتها أسوري هو المدير الفان الزمالك وكسبه أربعة واحد ودي المباراة الرابعة جميز مدرب الزمالك كولر كسبه اتنين سفر يعني كولر كسب الزمالك أربعة مباراة متتالية أحرص حداشر هدف دخل مرماه هدف وحيد وكسب تلك مدربين تولوا تدريب الزمالك أرقام قياسية مهمة جدا نركز عليها عشان ندي كل واحد حقه نروح كمان لبطولات الأهلي مع كولر في الفترة الأخيرة بصوا جماعة مع كولر الأهلي كسب دوري كسب اتنين كاس مصر على مين؟ على الزمالك وعلى بيرامدز بصوا اللي بعده كمان كسب تلاتة سوبر مصري تلاتة سوبر مصري على الزمالك وبييرامدز وفيتشر في الدورة الربعية كسب دوري أبطال إفريقيا حقق برونزية كاس العالم للآن دي حاجة أخيرة ده الكلام ده على فكرة جماعة بصوا هده إيه ده في سنة ونص أو أقل يعني الأرقام دي في سنة ونص إحناش بنحسف فترة أربع سنين أو خمس سنين أو عشر سنين ولا مشروع مثلا بقاله خمس سنين بحقاش حاجة لا ده احنا بنتكلم في سنة ونص أربع مباراة قمة كسب الزمالك وإحداشر هدف شوفوا كان بطولة سبع بطولات سبع بطولات طيب على فكرة كمان من النقاط الإيجابية جدا مجلس الإدارة الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب منذ أن تم انتخابه في 2017 حتى عشرين أربعة وعشرين مرة سبع سنين اتحقق كان بطولة 17 بطولة أربعة دوري تلاتة كاس خمسة سوبر مصري تلاتة دوري أبطال إفريقيا اتنين سوبر إفريقي تلاتة برونزية كاس عالم أندية لك الفخر أن تشجع النادي الأهلي وأن تنتمي لهذا الكيان الكبير نخرج إلى فاصل ثم نوصل النهاردة الأهلي استأنف تدريباته يمكن الفريق رجع من السعودية فجر السبت بعد المباراة راتول الفريق ركب الطيارة رجع القاهرة خد أجازة السبت النهاردة اتمرن الحد بكرة يدخل مؤسخرة عنده مباراة متلات مع البنك الأهلي ساعة 9 ونصف مسان إن شاء الله على استاد القاهرة الدولي النهاردة الفريق استأنف تدريباته صبعا بعد الراحة السلبية لمدة 24 ساعة كانت فيه محاضرة نظرية في بداية التدريب وبعكده كان فيه تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي على فكرة الحراس الأربعك هنا موجودين في المران مصطفى شبير حمز علاء مصطفى مخلوف محمود اللي الزنفالي كانت فيه تدريبات بدنية ومتنوعة فنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكر وبعكده التدريب اختتم بفقرة مران تأسيمة كده شارك فيها مجموعة من اللاعبين بفريقين قدامنا هو ده جانب من التدريبات أفشا بقى وصاحب الأضياء الهدف التاني في مرمى نادي الزمانك عشان يحسم اللقاء والمباراة والبطولة لصالح النادي الأهلي لعيب جميل أفشا لعيب جميل ربنا بيكرمه بيوفقه بيدره كده لحظات تاريخية عشان يفضل جمهوره الأهلي يفكره زي ما افتكر نجوم كبيرة وعديدة على مدار سنوات طويلة قدامنا هو اللعيبة مودست وكريم فؤاد ويعني الحراس كمان اللي موجودين الأربعة أفشا ومحمود متولي وشايفين ريدا سليم على فكرة ريدا سليم كان موجود في على دكة البودلاء فماتش اللقاء له زي ما كانش يقدر يشارك فيعني كولر كان بيكمل الشكل القايمة لأن يعني ريدا كان عنده شكة كده خفيفة في العضلة لكن الحمد لله شوفي منها وأصبح دلوقتي جاهز للمشاركة الجمعية الجهاز الفن بقيادة الداهية أنا عسامي من هنا ورايح الداهية مرسل كولر كابتن خالد بيبو بنقول لك مبروكة كابتن خالد أداء إداري موفق جدا في الفترة الأخيرة مع فريق الكورة كريستو محمد مجد أفشا كريم فؤاد زمالوكهم المجموعة أكرم توفيق فيه كمان مراوانة عطية أحمد نبيل كوكا يعني بنقول لك مبروك البطولة مع النادي الأهلي وعمر كمال عبد الواحد ومحمود الزونفلي يمكن أول بطولة ليهم في النادي الأهلي لسه بنتكلمه في أيام قليلة مع انضموهم للأهلي على طول خدوا أول بطولة ليهم مع النادي الأهلي ده الجانب المتعلق بالتدريب النهاردة أليو ديانج رجع للقاهرة خلاص مساء أمس السبت بعد إجراء جراحة نجحة باستقصال جزء من غضروف للرجبة دكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق قال إن ديانج هيبدأ اليوم تنفيذ البرنامج العلاج الطبيعي والتهيل البدني المحدد لهم من بعد إجراء جراحة ابدأ يحسب كده من النهاردة عشرة مارس قوله على أوائل شهر خمسة نبدأ نشوف ديانج إن شاء الله يكون جاهز للتدريبات الجامعية ومن ثم المشاركة مع الفريق في المباراة بنتكلم يعني في حوالي شهرين بحد أقصى يكون أليو ديانج جاهز إن شاء الله مع النادي الأهلي طب نروح بقى لملف المنتخب الوطني اللي فيه كلام مهم جدا لأن النهاردة الكابتن خسام حسن أعلن قيمة المنتخب قبل ما أدخل في أي تفاصيل تعالوا بس الأول نشوف القيمة القيمة فيها خمسة وعشرين لعب ضمت مين؟ أربع حراس في حراسة المرمة محمد عواد محمد أبو جبل المهدي سليمان مصطفى شبير ومصطفى شبير انضم في اللحظات الأخيرة والنهاردة عايز أقول لكم يعني بشكل رسمي تقدروا تقولوا كده إن القرار الوزاري المتعلق بي مصطفى شبير عشان يسافر مع المنتخب اتعامل النهاردة عشان يرافق البعصة بإذن الله هتشارك في الدورة الودية في الإمارات بالتوفيق لمصطفى شبير بطولة جديدة ليك مع النادي الأهلي وأول انضمام ليك في معسكر المنتخب الأول فيه كمان في خط الدفاع محمد هاني أكرم توفيق محمد حمدي محمد شكري أحمد حجازي من عمرامي رابيع أحمد رمضان بكهم خط الوسط حمد فتح مروان عطية إمام عشور مجد أفشا نبيل كوكا خط الهجوم تريزيجية مصطفى فتحي حسين الشحات عمر مرموش مصطفى محمد أحمد عاطف محمد شريف محمد الشامي خمسة وعشرين لعب من ضمنهم عشرة من النادي الأهلي وحارس مرمى ولاعب واحد فقط من نادي الزمالك هو محمد عواد رقم لم يتقرر منذ فترة الكابتن حسن شحات عشر لعيبة من النادي الأهلي في قيمة منتخب مصر الرسمية اللي تشارك في دورة رسمية ودية في دولية أقصد في الإمارات العربية المتحدة فيه كلام كتير فيه كاوليس كتيرة ولكن نطلع نسمع ونشوفه كابتن حسن قال إيه والكابتن إبراهيم حسن قال إيه في المؤتمر الصحفي عشان عندنا تعقيد مهم جدا على هذه الاختيارات ولا بعض الأخبار والكاوليس خاصة فيما معناه اعتذار صلاح عن الانضمام للمنتخب الوطني لا هو مش استبعاد يعني استبعاد زي ما أقول فيه استبعاد فيه فهم فيه استبعاد مثلا فيه عيد معي كباربوت في المنتخب وانت بتنمي اختيارات الفاني مش موجود هو القصة المستبعاد بناء على طلب محمد صراح بناء على طلبه والكواب الانبعد راسي الانتحال انه شايف من طلبه انه هو لفتر تبقى شموجود عشان من ناحية يتم لصاب تحته وعايز ينتدرج مع فرقته فرقته فبنا على طلبه وهو بجي الانتحال محصل مع التواصل بجي الانتحال بالأسائل مع التهالي الأمورة وفعلا شايفين كجهاز انه خلاص هو شايف الفتر دي حس انه هو أساس أفضل بدانيا وأفضل انه يتدرج بشكل جناء على تفكيره أو تفكير النادي بجي الانتحال بحيث انه هو مش ممكن تجيب حد غصب عنه انه هو راجل طلب هو لطلب اسمي وجوائح جيل اسمي الانتحال انه الفتر دي بقى شموجود ويتدرج بعد كده في حتة اشراكه مع نادي الانتحال فده ده الرد او ده الحاجة اللي احنا وصلنا لها انما نحن بالنسبة لنا اتمنى انه كانت موجود معنا محمد صلاح كلمة كبيرة جدا كابتن المنتخب نفسيا وفي الفترة غيات وخصوصا مع وجوبنا لكابتن حسام الجهاز الكريد وفتر اللي اتمنى من المتخب نحن وخصوصا كلنا وخصوصا وخصوصا للجميع المصرية وفي نفس الوقت نحن نحن موجودين للمصلح وكما أقوله أكد هنا يجب أن يجب أن يكون هناك طلبه ومن ثم أنه يجب أن يكون هناك فترة لن يجب أن يكون موجود فيها لكي ينزل بشكل تدريجي مع نيفربون فهناك كجهاز ومع التنصيق مع الماكس المتحدة ونعرف كده الوضع يبقى هو ده هو وضع الحاجل عشان تكون الأمور واضحة أكيد طبعاً من الفرد اللي فاتت اشتغلنا أنا وجهاز معايا إن إحنا نشوف الأصلح ومختياراتنا من خلال متابعتنا للمباريات الدورية ومباريات الأفريقية للأنديال المشتركة في أفريقيا زي الأهل والزمال الكوبرامات وفيوتشر وأعتقد أننا كلنا جمهور وإعلاميين وأجهاز فني وكل الناس تبعد المباريات وشوفنا اللعبين المحليين وطبعنا اللعبين المحترفين في الخارج وطبعاً كنا نقبل أن الأداء طبعاً أفضل خلال مشاهدتنا ومتابعتنا اللعبين في الخارج وفي الداخل ولكن الحمد لله يمكننا أن نتفع بأفضل اللعبين الموجودين في الوقت الحالي وإختياراتي الحمد لله إن أنا في المرحلة دي جداً على رؤيتي الفنيا وجهازي من الناس اللي هي أجاهزين فنياً وبدنياً نوعاً ما طبعاً كل اللعبين اللي هم مش موجودين معنا في القايمة اللي اختارناها كلهم متحين لنا ما فيش حد مستقبل عليك كل اللعبين حتى لو أنتوا وبعد كده أكيدنا نسألهم مدوعاً بالأسامة أو الأسامة معالة وتواصلنا حتى مع بعض اللعبين من خلال كابتن ابن عين اللعبين اللعبين اللي مش موجودين في القايمة بعض اللعبين كان لنا وإحنا مستنين منهم أنهم يكون فيهم شاركة بصورة جدية بصورة جدية مع فرقهم في الخارج وفي الداخل في العبين كانوا طبيعي أنهم موجودين معنا في القايمة لكن طبعاً حصل إصابات وفي نفس الوقت كنا نتمنى إن شاء الله أنهم موجودين معنا في أول معصر ولكن ما الظروف وأمل إن شاء الله مباراة آخر مباراة في الدورة يوم 12 مباراة في الدورة المصري لم يكن هناك إصابات تانية لأننا فقدنا يعني عناصر كانت مهمة زي زيزو وزي مش مفاجأة طبعاً كده وقد كنت في دماغي أننا مصر في رمضان صبحي وقدنا بنحاول إن هو نعيده نفسياً ومعنوياً بعيد عن الاختراق قبل ما نختار فده مش سر لكن ده طبعاً إن إحنا نشايفين في العيبة تستحق أن تكون موجودة ولكن بعد الظروف مؤيلة فنحاول إن إحنا نكون متواصلين معهم أعتقد تقرير شافي ووافي بكل التفاصيل يمكن أنا لسه بقول محمد صلاح بعد اعتذاره عن الانضمام للمنتخب على طول كان رد الكابتن إبراهيم حسن هو بالفعل اعتذاره وليس استبعاد الجهاز الفني لم يستبعد محمد صلاح محمد صلاح هو من اعتذر بناء على خطاب رسمي جاء من نادي ليفربول إلى التحاد الكرة وعلى هذا الأساس كان هناك قرار بإعفاءه من هذا المعسكر بناء على طلبه نتيجة يعني فكرة أنه عايز يكمل تأهيله في الفترة جاء في النهاية عندي جملة مهمة جداً على حسن المنتخب مصر فوق الجميع ده شعرنا عشان نحقق طموحات الشعب المصر في الفترة اللي جاية نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب بمناسبة المحترفين على فكرة كلام اللي تقال قبل كده أصل الكابتن إبراهيم تواصل مع كل المحترفين معلوماتي واللي قاله النهاردة كابتن إبراهيم مش كل المحترفين تواصل مع المحترفين إن فيه ناس ما ردتش أصلاً ناس ما ردتش أصلاً على هذه الاتصالات وبالتالي في النهاية دي القائمة النهاية اللي اختارها كابتن حسام عشان تشارك فيه البطولة الودية مصطفى شبير زيما قالت لحضراتكم النهاردة الخطاب المتعلق به الموافق عشان سفروا بإذن الله لأنه آخر اللاعبين اللي هيطلع عليهم قرار وزاري للسفر مع بعثة المنتخب نتمنى التوفيير لمنتخبنا الوطني بإذن الله في بداية المشوار دورة ودية مهمة جداً اتحاد الكورة كان عايز يعتذر عنها ولكن في نهاية جهاز الفن أصر على المشاركة والتواجد فيه بطولة الإمارات بمواجهة نيوزولندا ثم المباراة التالية مع الفائز ما بين كرواتيا وتونس نتمنى التوفيير إن شاء الله لمنتخبنا الوطني قبل ما رحنا للمشاركات عندي معلومة سريعة عايز أقول لكم عليها لسه جاية لحالاً اتحاد الكورة خلال ساعات اتحاد الكورة خلال ساعات هينائش تأرير الكابتن عاد المحفوظ واللي تضمن إدانة إدانة لدونجا وليشيكابالا وأيضاً إدانة عدد من لعبي نادي الزمالك لم يتواجدوا لاستلام ميداليات المركز التاني بعد خسارة بطولة كأس مصر دي التفاصيل من مصادرنا كده للصحفية والمفروض خلال ساعات في اجتماع الاتحاد الكورة لإصدار قرار في هذا الشان هنشوف اللي هيحصل في الساعات اللي جاية نروح بقى للمشاركات والرسالة اللي طلبناها من جمهور النادي الأهلي اللي هتوجهها للعيبة والجهاز الفني بعد الفوز على الزمالك في نهاية كأس مصر ناصر بيقول السلام عليكم برغم ظروف المباراة والمستوى المتوسط لمغظم لعبتنا بس ما زي ما عودونا البطل بيحسن في أي وقت مبسوط جداً بتعلق المم عشور وحصوله على رجل المباراة وتغييرات مستال كولر فرقت في الدائل حاسمة وقف مبروك للأهلي وجمهوره الكبير هاجر بسرعة في المشاركات محمد بيقول أنجزتم المهمة كالعادة بنجاح نروح لمديحة عثمان بتقول مليار مبروك للأهلي وجمهوره كأس مصر ومن بطولة لبطولة بإذن الله أنتم اللي دايماً مفرحيننا ربنا يكرمكم ويوفاكم ورمضان كريم كل سنة حضراتكم طيبين يحنى بيقول ألف مبروك كأس مصر التسعة وثلاثين والبطولة المية وخمسين وبالتوفيق في القادم أرقام قياسية محمد يح يقول على برقة الله سيروا للبطولة اللي بعدها وعلى برقة الله الله معكم وإحنا في ظهركم وسندليكم دايماً يا من تسعدون الملايين الأهلي وكفا دي كانت عينة كده سريعة من الرسائل اللي قدرنا نشوفها كده بسرعة قبل بداية البرنامج عشان نوجهها للجهاز الفني واللعيب ألف مبروك للأهلي وجمهوره هذه البطولة الغالية نهاي كأس مصر نغفل الصفحة ومن بكرة معسكر وببرة جديدة وبطولة جديدة مع البنك الآلي في الدور العام شكراً لحضركم على حصن المتابعة والمشاهدة وإلى لقاء في حلقات أخرى قادمة شكراً وإلى اللقاء